بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فمن أعلام الإسلام العلماء العاملين الذين أثروا المكتبة الإسلامية والعلوم الإسلامية والعلوم الفلسفية أيضا ابن رشد الحفيد وهو محمد ابن أحمد ابن محمد الأندلسي المشهور بابن رشد الحفيد ولد سنة خمسمائة وعشرين من الهجرة وعرف في بداية حياته أنه من أسرة علمية عرفت بتولي القضاء وتولي الأمور الدينية الفقهية في قرطبة وكان جده ابن رشد الجد قاضي قرطبة وإمام المسجد ومفتيها وكذلك تميز ابن رشد الحفيد أنه سلالة أسرة طيبة فوالده أيضا صنف في علوم التفسير وفي علوم الحديث وابن رشد الحفيد برع في العديد من مجالات العلوم وولي القضاء وبرع أيضا في الفقه وعلوم الشريعة قرأ القرآن وحفظه وحفظ متون الحديث كموطأ مالك وغيره ونال ما نال من العلوم ثم كان له الفضل في نقل فلسفة أرسطو إلى العلوم الإسلامية لذلك في الأوساط العلمية الغربية كانوا يقولون عن ابن رشد هو الشارح فكان يرى أنه لا تعارض بين الفلسفة وبين الدين ومن أجل ذلك دخل في معارك عديدة وصراعات فلسفية حتى مع الفلاسفة المسلمين كأمثال الفرابي وابن سينة وكذلك كانت له الأراء العديدة مما جعلته يختلف مع الفقهاء في عصره وكذلك الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة لما كان يحمل من أفكار تأثر بأرسطو فيها وصنف المصنفات وشرح ولقص كتب أرسطو والكتب المتقدمة وكما كان في الفلسفة كان أيضا في الفقه فقد ألف مؤلفا متميزا في الفقه الإسلامي في مذهب المالكية ويعد من الكتب الفقهية التي تراعي الخلاف العالي وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد كما شرح كتاب أرسطو فلخص وشرح كتاب ما وراء الطبيعة وفي الرد على الفلاسفة أو الرد على الفقهاء ألف كتاب فصل المقال وكتاب تهافت التهافت ردا على أبي حامد الغزال حينما ألف كتابه تهافت الفلاسفة وعلى كل كانت حياة ابن رشد مليئة بالتعدد الفكري والتعدد العلمي وأنه ينقل الفلسفة وله آراء واجتهادات سابقة لعصره أثر في العديد من الدوائر العلمية سواء كان على مستوى الفقه أو على مستوى الرد والمناظرة أو على مستوى الفلسفة وما زالت الدراسات الحديثة تتحدث عن ابن الرشد بكل فخر وتشرح ما نقل وما نقد من أراء فلسفية أخرى ما يجعلنا نلقي الضوء على هذه الشخصيات المسلمة البارعة التنوع الفكري والتنوع في التصنيف وما أثر به الحياة العلمية من علوم نافعة وفي نهاية المطاف كان رحيل ابن رشد في سنة 595 من الهجرة والشاهد من حياة هذا العلم البارز أننا نتنوع في الثقافة ونتنوع في التعليم وننهل من هذه العلوم النافعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته